بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للجافة الأولوية للأوبريتورز في الجافة هي كالتالي طبعا الضرب والقسمة وباقي القسمة هي الأعلى الأولوية بين الأوبريتورز اللي شفناهم إلى الآن ثم بعد ذلك الجمع والطرح ثم بعد ذلك يأتي الأوبريتور الأسنات من الممكن أنك تروح للموقع الخاص بلغة جافة راح تلاحظ عندهم موضوع عن البرسيدنس للأوبريتورز وضعين لك تقريبا كل الأوبريتورز الموجودات في جافة وترتيب البرسيدنس طبعا في كثير من الأوبريتورز ما أخذناهم من الآن لكن علقا لحنا أخذنا الضرب والقسمة وباقي القسمة أخذنا الجامع والطرح وأخذنا الإسنات وهذا هو الترتيب لاحظة مرتبينه من الأعلى فوق إلى الأسفل تحت طيب الآن كيف تتم عملية الإفاليوويشن وما هو تأثير الأولوية على عملية الإفاليوويشن خل نأخذ مثال أو نأخذ المثال التالي X زائدا مثلا Y في 10 الآن كيف تتم عملية الإفاليوويشن لهذا الإكسپريشن طبعا لايمكن أنك يطرحسب قيمة الإكسپريشن بدون ما يعرف قيمة الإكس والواي فلابد يكون عندنا مسبقا أننا نعرف الإكس والواي يعني هذا كأنه جزء في برنامج كأنه عندك assignment statement هذا يمين الأسفل دائما حط في برق شيء هذا لما ندرس الإكسپريشن كأنه هذا موجود يمين الأسفل زي ما ذكرنا في الدرس السابق ذكرنا أن الإكسپريشن يكون على يمين من الأماكن اللي وجد فيها الإكسپريشن وعلى يمين الأسفل فأي إكسپريشن راح نكتب وتخيل أنه موجود على يمين الأسفل statement أيضا تخيل أن الإكس والواي معرفينهم معطينهم قيم ولنفرض مثلا أن قيمة الإكس قيمة الإكس هي أثنين وقيمة الواي هي ثلاثة خلنشوف الآن كيف يتم كيف تتم عملية الإكسپريشن بكل بساطة أنتشوف وش الأعلى أولوية بين الأثنين بين الأوبريتور الضرب والجمع إذا كانوا متساوين في الأولوية نبدأ بالإعليسار إذا كانوا ما هم متساوين في الأولوية فننبدأ بالأعلى أولوية هنا الأعلى أولوية هو الضرب طيب شمال أن ما نقول نبدأ بالأعلى أولوية بكل بساطة نقول أنه والله أول شي نزل الجمع هذا الجمع نزلناه زين؟ فبالطريقة هذه راح نحسب الضرب وبعد كذا نحسب الجمع هذا هو المقصود زين؟ هنا عندنا شف عندنا طريقتين لحساب الإكسبرشن هذا إما أننا نجمع X مع Y مضبوط ثم بعد كذا نضرب الناتج إذا حسبنا الناتج نضربه في العشرة زين؟ هذه الطريقة الأولى وهي الطريقة الخطأ لأنك جمعت قبل ما أنك تضرب قدمت الجمع على الضرب أعطيت أولوية الجمع على الضرب قلنا نحسبها بسرعة نقول X زايد Y اللي هي خمسة في عشرة بخمسين فيطلع لك خمسة زايد عشرة ثنين زايد ثلاثة بخمسة في عشرة بخمسين فيطلع الناتج خمسين وهذه هي الطريقة أو الطريقة الخطأ لحساب الإكسبرشن اللي قدمت الجمع على الضرب المفروض أنك تضرب Y في الـ X ثم بعد كذا تجمع المجموع هذا فعشان تضبط العملية بشكل جيد نزل أقل أوبريتور أولوية وش أقل أوبريتور أولوية؟ هو الجمع نزل الجمع بعد كذا الآن خذ اليسار الجمع وإحسبه ثم نخذ الييمين الجمع وإحسبه تمام؟ طبعاً راح تلاحظ أنهم كل واحد منهم إكسبرشن قد يكون سيمبل أو قد يكون كمباوند عشان كذا الدرس اللي راح فصلت لك بين السيمبل أو المبسيط وبين الكمباوند المركب مضبوط هنا خلنا نبدأ أول شيء نزلنا الآن هذه نزلنا للعلامة الجمع أول شيء نروح يسار علامة الجمع هذه القل أولوية الجمع نزلناها نروح يسار العلامة الجمع اللي هي الـ X فننزل نحط قيمة للـ X نسوي evaluation للـ X نفسها فنقول هنا قيمة الـ X اللي هي 2 ثم بعد كذا نروح يمين علامة الجمع ونسوي evaluation لللي على يمين علامة الجمع اللي هو هذا بأكمله طيب ما هو الـ Y طبعا ممكن تأخذه على جمع كذا تحط كذا خط وخلنا نشوف evaluation للـ Y في 10 زين الـ Y في 10 هي 3 في 10 لتساوي 30 فنجي ناخد القيمة 30 نحطها هنا عندنا لاحظ نزلنا الجمع بدنا بالإيسار الجمع ثم انتقلنا لمين الجمع تقدر ممكنك لما تنزل الجمع تحط لك مثلا مربع كذا أو تحط خطوط زي اللي نحطيت تحط مربع كذا عشان تعرف انه هذا الحاله وهذا الوحده وتبدأ من اللي سار ثم اليمين طيب خلنا أخذ مثال ثاني غير مثال هذا خلنا أخذ خلنا أخذ نقول مثلا X في Y زائدا مثلا 3 ناقصا 5 في X مثلا هذا المثال الآن عندك ما هو الأقل أو لوية بين العمليات هذه كلها. الأقل الأولوية هو الجمع هنا عندك والطرح زين فنزلهم كما هم الآن نجي نحسب أعفل خل ما نزل الضرح. الأقل الأولوية هو عندك الأولوية هي للجمع الأولوية الأعلى هي للضرب هنا ثم بعدها للجمع والطرح وبما أن الجمع والطرح لهم نفس الأولوية زين فإذا تكون الأولوية هي للجمع اللي نؤاتها على يسار الطرح ففي الحقيقة ننزل الطرح وليس الجمع. الأقل الأولوية بين هذولا كلهم هو عملية الطرح فننزل عملية الطرح ثم بعد كذا نحسب القيمة هذه اللي عندنا ثم نحسب القيمة هذه عندنا. مرة ثانية الأقل الأولوية بين هذولا كلهم عندك الجمع والطرح نفس الأولوية زي ما تشوف هنا وبما أنهم نفس الأولوية نبدأ باللي على اللي ساري يكون أعلى أولوية من اللي على اللي يبين فإذا الأقل الأولوية بينهم كلهم هو عملية الطرح الآن نزلنا عملية الطرح بكل بساطة الآن نضع البوكس أو المربع اللي عندنا نقول نبغى نحسب هذا لوحده ثم نحسب هذا لوحده طيب قلنا حتخط الآن هنا نجي نبدأ باللي على اللي سار هنا نقول X في Y زائد ثلاثة الآن ما هو الأقل الأولوية بين هذولا هو الجمع فننزل الجمع ثم نبدأ باللي على اللي سار ثم اللي على يمين الجمع ما هو اللي على اللي سار الجمع هو X في Y اللي هو أثنين في ثلاثة اللي تساوي ستة العلي من الجمع هو ثلاثة ستة زائد ثلاثة تعطينا تسعة فإذا هذا أعطانا تسعة نجي هنا خمسة في X اللي هي أثنين ما يحتاج نحسبها على جمع واضح خمسة في أثنين بي عشرة فنقول تسعة ناقص عشرة يساوي ناقصا ناقص واحد خلنا الآن ناخذ مثال ثالث وأخير في هذا الدرس ونحاول نكون مثال طويل شوي عشان نستفيد منه نفس الشي راح ناخذ الX تساوي اثنين والY تساوي ثلاثة فخلنا نقول المثال التالي أو خلنا ناخذ أعلى هنا عشان يكون عندنا مكان نقول X زائدا Y أو تقسيم ثلاثة ناقصا X في Y تقسيم X في Y تقسيم ثلاثة زائدا Y حاولت يعني أجمع أكبر عدد ممكن من العمليات هنا خلنا نشوف الآن كيف نسوي هذا الآن دائما الأولوية هي للضرب القسمة وباقي القسمة قبل الجمع والطرح إذن واضحنا أن الأضعف الأولوية هنا هو الجمع والطرح والجمع بين الثلاثة هذولي الأضعف منهم أولوية هو أول واحد على اليمين فإذا نزل عملية الجمع هنا ونضع الصندوق اللي عندنا زي ما قلنا أنه هذا أو شيء اللي على اليسار هنا ثم بعد كذا اللي على يمين عملية الجمع أول ابدأ باللي على اليسار ثم اللي على اليمين راح شوف بعدين ليش مهم الشيء هذا جدا بالنسب لك هنا يعني يمكن يبدو لك أنه عادي تبدأ باليمين بعدين اليسار لا ابدأ باليسار بعدين اليمين هذو طريقة الجافة وفي حالات معينة تفرق يفرق الشيء هذا طيب خلنا نبدأ باللي على اليسار نزل زائد نروح نحطنا هنا كذا نقل X زائد Y على ثلاثة ماقص X في Y على ثلاثة طيب هنا عندك جمع عندك طرح واضح أن الطرح هي الأضعف الأولوية فإذا نعضع الطرح كذا على جمع ثم بعد كذا شوفنا مكان مثلا خلنا مد هذه هنا أتوقع أن ما راح نحتاج المكان هذا اللي تحت فخلنا أخذ X زائد Y طبعا البوكس حقنا راح يقول لنا أنه هذا لوحده اللي علمين وهذا لوحده اللي على اليسار فخلنا أخذ اللي على اليسار أول زي ما قلنا دائما يبدو مني على اليسار X زائد Y تقسيم ثلاثة زين خلنا نشوف كم هذا حسابه طبعا الجمع هي الأضعف الأولوية بين الجمع والتقسيم بعدين كذا نأخذ اللي على اليسار أول زين X هنا بأثنين طبعا نبحث بها بسرعة ونروح لليعلمين Y تقسيم ثلاثة Y على ثلاثة اللي هي ثلاثة على ثلاثة فيها واحد 2 زائد واحد يعطينا ثلاثة وإذا هنا طلعنا الناتج ثلاثة نجي لهذه اللي الثانية اللي هي X في Y تقسيم ثلاثة اللي على هذه الآن الضرب والقسمة لهم نفس الأولوية فدائما الأضعف اللي كنا اللي علمين فإذا هذه الوحدة زين زين ما سوينا بالجمع الطرح هذه تكون الوحدة وهذه الوحدة طبعا الثلاثة طبعا هون شيء نبدأ بالليع اليسار فنقول اثنين في ثلاثة بستة زين تقسيم ثلاثة وستة على ثلاثة فيها اثنين إذا طلعنا هنا اثنين وإذا ثلاثة ناقص اثنين فيها واحد وهذا هو حساب اللي اللي صار هذا كامل اللي هو واحد زائد الواي اللي هي ثلاثة واحد زائد ثلاثة يعطينا أربعة وبكذا نكون حسبنا الإكسبريشن وإن شاء الله نتضحت لك الفكرة حقية الإكسبريشن جرب أنت إكسبريشن بنفسك بكل بساطة سوي زي ما سوي أنا هنا زي ما تشوف هنا قدامك في الإكليبس أعط عرف متغيرين مثلا إكس وواي عطهم قيم ثم بعد ذلك حط الإكسبريشن في جملة الطباعة نفذ طلع لك هنا الناتج مثلا أربعة وهو نفسه الناتج اللي طلع لنا هنا هذا يدل على أنه حسابنا للإكسبريشن كان صحيح جرب إكسبريشن واحد ثنين ثلاثة وهكذا إلي أنك تضبط الطريقة إذا كنت حسيت أنك إلى الآن ما فهمتها